اهلا بكم فقرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين فيديو جديد مهمة اوي فيه توقعات لاحد العرفين الامريكان كل مرة بنجيب من اشخاص مختلفة ومن ثقافات مختلفة حوالين العالم منهم القديم ومنهم الجديد ولكن توقعات المرة دي مهمة جدا وهي حكاية وتوقع لطفل الشرق العظيم وكمان معانا توقعات مهمة جدا لهذه العرفة الامريكية لكذا دولة عربية يرد تتابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد العرفة اللي بنتكلم عنها اسمها جين ديكسون وهي اشهر عرفة امريكية في العصر الحديث وتوقعت بعدة توقعات بالفعل تحققت وكان لها توقعات مفصلة لكل دولة على حدة اما ابرز توقعاتها شملت اختيال الرئيس الامريكي جون كيندي توقعت في عام 1956 يعني هي كانت موجودة لما توقعت هذا التوقع سنة 1956 قالت ان الرئيس ديمقراطي سينتخب في عام 1960 وهيتعرض للاختيال او الموت في منصبه وبالفعل تحقق التوقع بعد عشر سنين بالزبط من كلامها اما عن طفل الشرق العظيم اللي هنتكلم عنه بالتفصيل قالت انه الكلام ده توقع سنة 1962 توقعت ولادته في دولة عربية وهنعرف ايها الدولة كمان داخل الفيديو وانه هيبقى قائد عظيم بيوحد الاديان وبيحقق السلام العالمي وبرضو توقعت اطلاق القمر الصناعي السوفيتي سبوتنيك الكلام ده سنة 1953 وقالت ان الاتحاد السوفيتي سيطلق جسما فضائيا وده بالفعل تحقق سنة 1957 فالستة الحقيقة موجودة من زمان هي طلدت 1904 وتوفت 1997 يعني قريبة جدا يعني مش حد بعيد مثلا زي نستراداموس او الكلام ده الغريب في التوقع اللي هي قالته عن موضوع طفل الشرق العظيم ده ان نفس التوقع ده كان شايفه برضو نستراداموس في كتابه اللي كان كتبه سنة 1556 كانت متوقع هذا التوقع زيه يعني اكتر من متوقع شايف هذا التوقع هيحصل في الشرق الاوسط طيب قبل ما تكلم عن هذا التوقع قالت برضو توقعات مهمة لكذا دولة عربية قالت ان الدولة العربية للأسف الشديد هتبقى متحاربة بالفتنة والمشاكل وقالت كمان ان هتشوفه فيك اكثر من دولة في حرب الفتنة خصوصا في دولة العراق وايضا في المغرب وفي دولة كمان اليمن وفي السودان وفي كذا دولة هتتحارب بالفتنة مش بمعنى السنة والشيعة او كده لا ممكن الفتنة تختلف من كذا دولة بمعناها وشكلها كمان قالت هذه العرافة ان الحرب الكبرى اللي هتحصل في الشرق الاوسط هتقعد فترة كبيرة حتى لو انتهت قدام الناس في الاغبار وفي العالم لكن هتفضل موجودة في السر وهتفضل موجودة لفترة كبيرة جدا وهينتج عنها نهاية سيئة لبعض الحكام او لبعض القادر منها اللي هينتهي بشكل الاختيال او هينتهي بشكل الرحيل او انه هيستقيل من مكانه او بموتة طبيعية الله اعلم ولكن العديد من القادة والحكام والحكومات ستسقط مش بس في الشرق الاوسط ولكن كمان في كذا مكان في العالم لان الحرب اللي هتحصل في الشرق الاوسط هتكون مرتبطة بدول كبيرة جدا في العالم بتتفق وكمان بتبقى اه رفضة اللي بيحصل فهنشوف الكلام ده بعنينا الايام اللي الجاية وخاصة في عام الفين خمسة وعشرين قالت كمان في عام الفين خمسة وعشرين و الفين ستة وعشرين و الفين سبعة وعشرين هي اعوام التلاتة الصدامية وهنشوف فيها الصدام الكبير ما بين القوة الكبرى وحرب النهاية وبداية العهود الجديدة ولكن الغريب في توقعاتها ايضا لبعض الدول العربية قالت مش كل الدول العربية بتواجه مصير مأساوي في دول تانية العكس هيكون فيها استقرار وفيها الاقتصاد بتاعها كويس جدا وفيها نمو كبير لدرجة انها هتبقى كأنها قدام الدول الاوروبية والامريكية والناس اللي هي معها فروس كتير يعني واقتصادها كويس اه مساوية ليهم وهيكون لها كلمة مهمة جدا جدا وده هنشوفه بقرار هيطلع من رئيس دولة العربية من الدول اللي احنا بحكي عنها هيصدر قرار هيصدم امريكا نفسها ان هيقدر يتحداها ويقاف ضدها وامريكا ممكن تزعن لهذا الكلام برضو من ضمن الطوقات اللي قالتها جين ديكسون بالنسبة لامريكا لانها عرفة امريكية انها شايفة النار بتلتف حوالين امريكا وبتأكل الاخضر واليابس وقالت كمان على الشعب الامريكي الحذر ثم الحذر لانها تلعب بيهم لعبة كبيرة جدا يعني ما تخيلوهاش وقالت كمان ان شايفة نار بتخرج من وسط امريكا بتأكل كل من يقابلها حتى ان هما استغربوا الامريكان من هذا التوقع ولكن قالت ان شايفة ان ده بسبب حدث ما قرار ما رئيس ما هيجي وان اللي حصل للرئيس الجين كيندي هيتكرر مرة تانية اللي حصل للرئيس الامريكي ساعة ما توقعت ان هو بالفعل هيتقتل قدام الناس وده بالفعل حصل قبلها بعشر سنين من حدوث التوقع قالت هذا التوقع سيتكرر مرة جديدة ممكن في امريكا او في احد الدول الكبرى وهيكون على مرأة ومسمع من الناس من ضمن الحاجات الغريبة ورضو اللي كانت شايفاها هذه العرفة الامريكية وده بيدل على انها مش ستة عادية وبالفعل بتقدر انها تشوف المستقبل طبعا ده يعلم الغيب الى الله وحده ولكنها بيجيها يعني رؤى هي مش بتستخدم اي حاجة عشان تعرف التوقع لا هي مجرد ست مؤمنة او كويسة او ايا كان وتقدر من خلال الرؤى انها تحدد توقعات قالت ان شايفا الناس هتمشي على السحاب وساعتها الناس اتهموها بالجنون في الوقت ده ولكن قالت هيبقى متاح للناس في التكنولوجيا وحاجات جديدة هتطلع وتتطور وهنشوف عربيات غريبة وهنشوف طيارات وهنشوف العالم بيتوصل لحاجات اول مرة الناس بتقدر توصلها نيجي بقى على اشهر نبوءة اتكلمت عنها هذه العرافة الامريكية في العصر الحديث وتقدره في حاجة مهمة قبل ما نخش موضوع النبوءة معلش اه كانت لازمة اتكلم عنها يا شايفا دولتين عربيتين وقالت كده احتمال كبير يكون الجزائر والمغرب هيكونوا في حرب او في سراع معلن في فبراير الفين ستة وعشرين الله اعلم ده كلامها صحة ولا غلط بس كل احنا بنتمنى السلام والخير لكل الدول العربية وما يكونش فيه اي مشاكل لان ده برضو يندرك تحت الفتنة اللي انا قلت عليها في بداية الفيديو اللي ممكن تحصل علشان يخلوا العرب يتنحروا فيما بعد قالت فيه توقعاتها عن النبوءة اللي اطلقتها سنة 1962 الخاصة بتفل الشرق العظيم التفل ده هيتورد في دولة عربية قالت كده هيكون فيها فتن كتير بعض المحللين والمتوقعين قالوا ان احتمال يكون الخلام ده في دولة العراق قالت انه هيتولد فقير ولكن اشاعة ضوءه تضيء العالم مما دفع بالكاتب الصحف الكبير الاستاذ محمد حسنين هيكا المتخاني الصحفي ده رح سافر امريكا ورح قبل الست دي عشان يعرف اكتر عن توقعاتها لهذا الطفل اللي هيوحد العرب بايد واحدة ويقدر انه يتغلب على كل الصعوب وذكر الكلام ده باحد كتب والموقع اللي انا بكلمكم عنه بخصوص هذا التوقع هتلاقوه على النت اكتبه كده نبوءة الطفل الشرق العظيم واتقدروا تشوفوا الكلام ده بعينيك وبدأت احداث الرؤية انها كانت قاعدة بالليل فتحة شباكها وبدأت تشوف رؤية غريبة جدا كان ساعتها قبل الفجر بانها شايفة صحرة كبيرة جدا قدامها وشايفة ملك وملكة بلبسهم الملكي ومعاهم طفل لابس يعني لبس غريب جدا وفقير ومش نضيف وكأنه متبهدل فاستغربت ازاي ملك وملكة شايلين هذا الطفل غريب المهم تلم الناس حوالين هذا الملك والملكة كلهم تلموا حواليه وطلع الطفل ده بنوشه نور نور العالم كله فقعدت بقى تبدأ انها تفسر معنى هذه الرؤية وقالت ان هو طفل هيطلع من دولة عربية وهذا الطفل محدش هيكون واخد باله منه خالص وهيبقى واحد زي اي واحد بيتولد في الدول بتاعتنا بل العكس هيتولد فقير جدا وحالته صعب قوي ولكن الولد ده من خلال جهده وكفاحه وقدراته اللي ربنا هيتدهيله على حسب كلامها هيقدر انه هو هيبقى شخصية تانية خالص وهيخش في معارك وهيخش في حاجات كبيرة جدا لما يجبر قالت كده ان اهم معارك هذا الطفل اللي وصفته بالمعجزة انه لما هيجبر هتكون معاركه ضد التعصب الديني وضد المتجرب الدين وبأحلام البسطاء اللي هيتسببه في كبوة كبيرة لأكتر من دولة عربية يكاد يفتك بها وذلك ما يحدث الآن في بعض الدول وبتقول كده هيكون كده عليه سماحة او حاجة كده الناس كلها بتحبه اطبع كل الديانات هتحبه وهتبقى موافقة على كل كلامه اللي هيبقى هيقوله هيجمع الناس كلها وكانت ايلى كمانه بيحب القراية وحيحس انه جواه حاجة كده بتخليه يمشي وانه تخلق لمهمة عظيمة وهيكون متدين جدا وقالت كده لكن تدين سمح ورقيق وقت حصل له مفاجآت وخصوصا انه ما يبقى في العشرينات هيخطو بسبات لغاية غايته هيكون حاله على غير حال اخواته اقرانه وهيبدي مواقف وافعال غريبة بسبات عجيب ويكره ان يتحكم بيه احد وقالت كده في توقعاتها ان هذا الطفل شاب هيبقى موجود في دولة عربية اه في الفين خمسة وعشرين او ستة وعشرين او الايام السنين اللي جايه هيطلع بقى في السنين دي هيطلع وقالت لانه يستطيع احد العصور اليه او محدش هيعرف يوصله لانه بيعمل في صمت وفي هدوء تام ولن يعلن عن نفسه الا عندما يطلق اسمعوا بقى الكلام ده يعني هو شغال في هدوء ومحدش داريان بيه الا عندما يطلق امرا الهيا بذلك في حاجة تقوله يلا ومهما حاول اليهود مثلا ان يصلوا اليه فلن يستطيعوا فهو يتمتع بحماية من الله وين ابوء الطفل الشرق العظيم تقررت عند عدد من المتنبئين الكبار على رأسهم نستراداموس اللي قال ان طفل الشرق العظيم ده هيتولد في دولة عربية وهيكون له شأن كبير في السيطرة على العالم وقالت ان حرف الميم بيتوسط اسمه يعني فيه من دون الحروف المعروفة جواه هو حرف الميم حتى هيكل او محمد حسين هيكل الصحف المشهور تكلم في احدها مقالاته عن نبوءة هذه العرافة وعن هذا الشاب اللي هيجي يغير مصير بعض الدول العربية وهيكون لأثر في منطقة الصراع العربي طبعا للعدو بل في منطقة الشرق الأوسط كلها وتردد صدقه في أنحاء العالم العربي والشرقي على السواء وكمان في العالم كله وبكده نكون انتهينا من توقعات جين ديكسون ولسه فيه توقعات مهمة جدا قالتها للفترة اللي جاية لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك تفعيل الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد كانت معكم أختكم مليم من قناة مساء الأخبار